الدفاع المدني تصدر إضاحة بشأن فيروس كورونا وتعلن آلية الوقاية منه أصدرت مدرية الدفاع المدني إضاحة بشأن فيروس كورونا وأعلنت عن آلية الوقاية منه وقالت المدرية في بيان إن سلالة جديدة من كورونا ظهرت لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرؤوي في مدينة ووهان الصينية وكانت معظم الحالات مرتبطة ووبائية بسوق للمأكلات البحرية والحيوانات الأخرى كيف تنتقل العدوى؟ لم يتم اكتشافه كيفية انتقال العدوى حتى الآن ولكن طبقا لما هو متوفر حاليا فأنه يرجح أن الإصابات في الإنسان كانت ناتجة عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس متى يشتبه في هذه الحالة؟ إذا أصيب شخص بأعراض تنفسية حادة وكان قادما من الصين خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض أو لديه اتصال وثيء خلال 14 يوما الماضية مع حالة مؤكدة تم تشخيصها مختبريا أعراض المرض وعلاماته معظم الحالات تعاني من أعراض تنفسية حادة سعال ضيق في التنفس وأعراض التهاب الرؤوي حاد وارتفاع في درجات الحرارة إجراءات منع العدوى في المرافق الصحية ما زال طرق انتقال العدوى بالمرض غير محددة وعليه فأن الإجراءات العامة لمنع العدوى تتمثل في الآتي أولا غسل اليدين بشكل مستمر وتطهيرها تهوية غرف المرضى بصورة جيدة تطبيق إجراءات منع العدوى بالتلامس ورذاذ مع الحالات المشتبهة والمؤكدة يجب الرجوع إلى إرشادات منع العدوى بمرض الكورونا وحتى صدور إشهار آخر يمكن هذه الإضاحات التي أصدرتها مديرية الدفاع المدني للناس حتى يتجنبون إن شاء الله السلام لجميع الوقاية من هذا المرض والذي يشتبه الذي عنده مثل هذه الأعراض التي حشينا عنها السعال ضيق في التنفس أعراض التهاب الرؤوي حاد إرتفاع برجات الحرارة يروح ويراجع حتى يتأكد يحمي نفسه ويحمي الناس الآخرين مثل ما تعرفون الآن بالفترة الحالية بدأ ينتشر بشكل كبير هذا المرض على الرغم من أننا بارحقنا اكتشفوا للقاح لكنه في طور الانتهاج المفروض أنه بعدما مستخدم على البشر لهذا السلام للجميع علينا أننا نقي أنفسنا من الإصابة بهذا المرض عن طريق الالتزام بكل هذه الأعراض وأيضا اكتشفنا أنه من أحد أسبابه شغلتين إحنا أردي موجودة أدنا فهذا يقلل من خوفنا بالإصابة خلنا نقول بهذا المرض بدون شيء عن طريق عدوى أنه طبيعة الأكل في المجتمع الآسيوي يعني تختلف تماما عن طبيعة أكلنا زيادتي